بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حياكم الله أبناء طلاب الصف الثاني عشر ومع الجزء الثاني من مكانة الشباب في السيرة النبوية أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يذكر الدور الذي كلف به علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الهجرة وأن يعدد الصفات المؤهلة لمصعب بن عمير رضي الله عنه للمسؤولية التي كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوضح توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمؤهلات معاذ بن جبل رضي الله عنه في دعوة أهل اليمن التهيئة عزيز الطالب علّي الاعتناء الإسلامي بالشباب ورعايتهم والحث على الاهتمام بهم أحسنت لأن الشباب ركيزة المجتمع ودعائمه الأساسية والسبب في نهوضه وتقدمه لقبت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بذات النطاقين فلماذا لقبت بذلك؟ نعم لأنها رضي الله عنها شقت نطاقها نصفين فشدت الصفر بنصفه وتطوقت بالنصف الآخر عند عدم وجود ما تشد به الطعام الهدف الأول يذكر الطالب الدور الذي كلف به علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الهجرة أبناء الطلاب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه دور كبير في تحمل المسؤولية يوم الهجرة اذكره كلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتأخر عنه حتى يرد الأمانات التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم إلى أهلها فكم كان رضي الله عنه دوره فيها كبيرا وأداؤه المهمة التي كلف بها عظيم التقويم من أجل التعلم عزيز الطالب شارك في الإجابة على النشاط التالي ألخص المهمة التي أسندها النبي صلى الله عليه وسلم للشباب في حادثة الهجرة وأستنتج القيمة التي عززها عندهم والسؤال في المخطط يقول ما المهمة التي كلف النبي صلى الله عليه وسلم بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه المهمة هي رد الأمانات لأصحابها والقيمة التي عززها النبي صلى الله عليه وسلم عنده هي تحمل المسؤولية أحسنت بارك الله فيك الهدف الثاني يعدل الطالب الصفات المؤهلة لمصعب بن عمير رضي الله عنه للمسؤولية التي كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم أبناء الطلاب يعتبر مصعب بن عمير رضي الله عنهما أول مبلغ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام في المدينة المنورة وقد كان رضي الله عنه عندئذ في ريعان شبابه وقد استضاع رضي الله عنه بالرغم من حداثة سنه أن يقنع الكثير من الناس في المدينة المنورة بالإسلام أبناء الطلاب تعالوا بنا لنجيب على السؤال الذي أمامكم ما الصفات التي أهلت مصعب بن عمير رضي الله عنه لأن يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة دعوة أهل المدينة إلى الإسلام الصفات هي حسن عرضه للدعوة واجتهاده في تبليغ الدعوة لأهل المدينة وأيضا ذكاؤه في التعامل مع المواقف الصعبة هذه الصفات هي التي أهلت مصعب بن عمير رضي الله عنه لأن يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة أهل المدينة التقويم من أجل التعلم كان مصعب بن عمير رضي الله عنه مثالا للداعية الناجح وضح ذلك أحسنت بارك الله فيك نعم لحسن عرضه للدعوة واجتهاده في تبليغ الدعوة لأهل المدينة وذكاؤه في التعامل مع المواقف الصعبة الهدف الثالث يوضح الطالب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمؤهلات معاذ بن جبل رضي الله عنه في دعوة أهل اليمن أبناء الطلاب تعالوا بنا لنتعرف على الهدف من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم مؤهلات معاذ بن جبل رضي الله عنه لأهل اليمن نعم بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن داعيا لأهل اليمن ومعلما لهم وقد كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه لهذه المهمة لما يمتلكه من صفات تؤهله لهذا الدور الكبير أعزاء الطلاب تعالوا بنا لنتعرف على سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه معلما وداعيا لأهل اليمن السبب في ذلك هو كونه شاب عالم بالحلال والحرام وأيضا حافظ للقرآن الكريم وقدرته رضي الله عنه على تحمل المسؤولية التي كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم بأمانه وهمه وإتقان التقويم من أجل التعلم عزيز الطالب شارك في الإجابة على المشاط التالي أستنتج صفات الصحابة رضي الله عنهم التي أهلتهم للمسؤوليات التي كلفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه المسؤولية التي كلف بها معلما وداعيا لأهل اليمن الصفات التي أهلته لأن يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن معلما وداعيا كونه رضي الله عنه عالم بالحلال والحرام وحافظ للقرآن الكريم وآخيرا مع الغلق الختامي أبناء الطلاب ما المسؤوليات التي قام النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادها للشباب أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم برد الأمانات التي كانت عنده إلى أصحابها ومصعب بن عمير رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام في المدينة المنورة ومعاد بن جبل رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما وداعيا لأهل اليمن أعزاء الطلاب ما الصفات التي أهلت كل من مصعب بن عمير رضي الله عنه ومعاد بن جبل رضي الله عنه لتحمل المسؤولية الصفات التي أهلت مصعب بن عمير رضي الله عنه لأن يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لنشر الإسلام حسن عرضه للدعوة واجتهاده في تبليغ الدعوة وذكاؤه في المواقف الصعبة والصفات التي أهلت معاد بن جبل رضي الله عنه لأن يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن داعيا ومعلما كونه رضي الله عنه عالم بالحلال والحرام وحافظ لكتاب الله تعالى وقدرته على تحمل المسؤولية شكرا أبناء الطلاب لحسن استماعكم ونذكركم بمتابعة الجزء الثالث من الدرس